هل سمعت قصة الشاب الذي طلب من والدته أن تجد له عروسا؟ لا، لم أفعل ماذا حدث؟ ذهبت والدته إلى منزل خالته حيث كان زوجها ثرياً وتم استضافتها بشكل صحيح بعد الضيافة طلبت الأم من أختها يد ابنتها للزواج من ابنها وماذا قالت العمة؟ رفضت العمة وقالت إن ابنتها متعلمة ومفقفة حاصلة على شهادة جامعية وأن الشاب لم يكن مناسباً لأنه لم يكمل المدرسة الثانوية هذا قاسي ماذا فعلت الأم؟ شعرت بالحزن وغادرت المنزل والدموع في عينيها في اليوم التال ذهبت إلى منزل شقيقها الذي كان طبيباً مشهوراً لطلب يد ابنته للزواج من ابنها وماذا قال الأخ؟ رفضت زوجته قائلة إن ابنتها متعلمة ومثقفة جيداً وأن الشاب لم يكن مناسباً لها شعرت الأم بالحرج والحزن هذا وضع صعب ماذا حدث بعد ذلك؟ وصلت الأم بحثها ووجدت فتاة يتيمة جميلة تبكي في الشارع اشترت دواءها لأمها المريضة وسألتها عما إذا كانت مخطوبة قالت الفتاة لا وطلبت الأم يدها للزواج من ابنها وهل تزودا؟ نعم لقد فعلوا ذلك تبين أن الشاب رجل أعمال ناجح وانتقلوا إلى سويسرا للعيش في سعادة دائمة هذه نهاية جميلة ماذا يمكننا أن نتعلم من هذه القصة؟ يمكننا أن نتعلم احترام التقاليد الثقافية وعدم الحكم على الناس بناء على وضعهم الاجتماعي يجب أن نكون أيضا منفتحين على العثور على الحب في أماكن غير متوقعة ترجمة نانسي قنقر